في الميناء بيبدأ على حدود واشنطن وبتظهر بنت راجب عربية واللي بيكون اسمها سايدي وبتتصل المديرة بتاعتها عشان تطمن عليها وبيظهر ان سايدي حزينة بسبب موت زميلة لها كانت معا في الشغل وبتقول لمدرتها انها كانت عيشة نفس حياتها وانهم كانوا عندهم نفس الوظيفة وحتى نفس البيت وبتبقى سايدي حزينة بسبب انه صاحبتها ماتت وحيدة فبتنصحها مدرتها وبتقول لها انها تركز على الحاضر وبس ما تاخدش اي قرارات متهورة فبتدقى سايدي وبتقول لها انها تقفل عشان هتروح السوق وفي مكان تاني بيظهر كل واللي بيبيع نباتات في السوق وبيباني ان كل لسه منفصل جديد وده لانه بيتعلق جدا باللي بيحبهم وبيدقى كل من زميلته لانها حكت لكل زميلهم في السوق فبتعتذر له وبتطلب منه يشرب مع مخدرات فبيرفض فبتسيبه وبتمشي في الوقت ده بتظهر سايدي وبتبقى عايزة تشتري زرعة من عند زميلة كل واللي بيروح عشان يبقى عهلها وبيعرفها باسمها فبتعجب سايدي بيها لكنها بتقرر ما تشتريهاش بعد ما عرفت انها لازم تسقيها كل يومين وبتقول لكل انها بتضطر تغيب عن البيت كتير فبيفهم وبيجيب لها زرعة بتحتاج انها تسقيها كل اسبوعين فبتقوله سايدي انها بتغيب لاكتر من شهر فبيسألها كل عن السبب اللي هيخالها تشتري زرعة قدمها هي بتغيب طول الوقت عن البيت فبتقوله انها بترجع وبتطلب منه انه يجيب لها زرعة اقل احتياجا فبيدقى كل من كلامها وبيقولها انها تشتري زرعة بلاستيك لكن سايدي بتقوله انها تشتري اول زرعة اخترتها اثناء ما كل بيغلفها بيرجع في قراره وبيقولها انه مش هيديلها الزرعة وده لانه مش مرتاح انه يبيعها لشخص بيتعمل بلاه مبله مع كائن حي فبتدقى سايدي منه خصوصا لما بتعرف ان الكشك مش بتاعه وبتبقى عايزة تخنق معاه لكن زملته بتدخل عليهم وبتبيع الزرعة لسايدي وبعد ما بتمشي بتفضل تلوم في كل وبتقوله انها كانت مفكرة انه معجب بيها وده لانها شافتهم هما بيتكلموا فبيفكر كله بعدها بيقرر انه يروح لسايدي وبيعتزلها عن كلامه وبيطلب منها انهم يخرجوا سوا فبتستغرب كلامه ومش بترد عليه فبيتأسف لها كله وبيقولها انه فيهم غلط لكن قبل ما يمشي بتوقفوا سايدي وبتوافق انهم يخرجوا سوا وبتطلب منه انه يركب العربية فبيوافق كله على طول وبعدها بيخرجوا وبيشربوا قهوة وبيعرف ان سايدي بتشتغل امينة متحف وانها بتحب السفر جدا وبتسأل كل ان كان بيحب يسافر فبيكذب عليها وبيقولها انه سافر كتير وبعدها بيروحوا لمكتبة وبتعرف سايدي انه كل مهتم بالتاريخ وانه بيكتب كتاب عن الزراعة وبيقولها انه اضطر يوقف بسبب ان والده تعب فاضطر انه ياخد باله من المزرعة بتاعتهم وبعدها بيحكي لها عن اكتر فيلم رعب بيخاف منه لكنه بيكتشف ان سايدي مش بتخاف من حاجة فبيتحداؤه انهم يتسابقوا على السللم وانه هو كيس بتحكي له عن اكتر حاجة بتخوفها فبتوافق سايدي وبتاخد جهاز الربو بتاعكول وبتحطه في شنطته عشان ما يقعش منه وبتنجح سايدي في انها تكسبه بكل سهولة وبعدها بتحكي له عن نفسها يا صغيرة وبتقوله انها اضطرت هي والدتها انهم يهربوا من بلدهم على مركب وان والدتها مختفتش وقررت انهم لازم يكملوا الرحلة لحد ما بيوصلوا وبتقوله سايدي ان من ساعتها قررت ما تخافش من اي حاجة وبعدها بيخرجوا من المتحف وبيروحوا المالها تفضل سايدي تغني وبيعودوا يشربوا وبيبانى عليهم انهم معجبين ببعض وبعدها بيفضلوا يتكلموا لحد ما ليل بيجي عليهم وبتحكي سايدي لكل عن زملتها اللي ماتت وان ده خلها معدتش واسقة من حياتها وبيظهر على كل انه فاهمها فبتقرب سايدي منه وبتبوسه وبعدها بيوصلها كل بيتها ولما بتدخل بتفضل مترددة لكنها بتقرر تفتح له وبيدخله في علاقة وبيبقى كل مبسوط جدا ولما بيوصل لبيته بيحكي الاهله عنها وبيقولهم انه حس انها تبقى هي حب الوحيد لكن اخته بتفضل تتريق عليه بسبب انه بيتعلق بالناس بسرعة لدرجة بتخنقهم وبيفضل كل فعلا يبعت لسايدي رسال كتير لكنها ما بتردش عليه فبيحبط وبيحاول انه يوصل لها لحد ما بيفتكر انه نسي حاجاته معا في الشنطة وان فيها جهاز تتبع وبيقدر يعرف مكانها بالضبع وبيتفاجئ كل لما بيعرف انها في لندن فبتقترح والدته على انه يسافر ويعملها مفاجأة فبتعترض اخته لكن اهله بيلحوا عليه فبيوافق كله بيسافر على طول ولما بيوصل للندن بيمشي ورا جهاز التتبع لحد ما بيوصل لكبري لكنه بيلانس ماشي وراه وفجأة بيخضروه بيخطفوه ولما بيفوق كل بيلاه واحد بيسأله عن شفرة سرية وبينديله برجل الضرائب وبيقوله ان الزعيم بتاعه مهووس بيه بسبب انه بيدمر صفقات لهم كتير فبيتسلم كله وبيقوله انه مجرد مزارع وانه جي لندن عشان يفاجئ حبيبته لكن اللي خطفه ما بيكونش مصدقه وبيضربه في وشه وبيهدده بحشرة سمة وبيعرفه انها لو قرصته هيتمنى الموت عشان يخلص من القلم فبيتراب كله وبيفضل يقوله انه ما يعرفش حاجة عن اي شفرات لكن اللي خطفه بيفضل يهدده وبيقرب الحشرة من وشه لحد ما فجأة بيدخل عليهم حد وبيضرب عليهم بمرصاص وبيقتلهم كلهم وبيتسدم كل ما بيلاقي سايديها اللي بتضرب النار واللي بتضربه بالقلم وبتطلب بينه انه يسكت ويمشي وراها قبل ما الانذار يشتغل لكن الانذار بيشتغل على طوله بتديه المسدس وبتقوله يضرب النار على اي حد غيرها وبيعرف كل ان سايدي كانت بتجذب عليه وانها بتشتغل في المخابرات الامريكية ومش بس كده لكنها كمان اتحرت عنه وعرفت انه كان بيجذب عليها وهو كمان عمره ما سفر قبل كده وبيعرف كل انها نفسها هي رجل الضرايب لكن هو اللي وقف الفخ وان العصابة مفكر ان هو رجل الضرايب وبتنجح سايدي في انها تقتل كل رجالة العصابة وبيتراب كل ومش بيعرف يضرب نار على حد ولما بيخرجوا بيتصدم كل لما بيلايه نفسه بقى في باكستان وبتزعق السايدي فيه وبتطلب منه ان يركب بسرعة فجأة بتظهر عربيات وبتفضل تضربهم بالنار وبطردهم فبينزلوا من على الجبل وبيجروا لحد ما بيلاه اوتوبيس فبتنزل سايدي الناس اللي فيه وبتركبه وبتسوق وتضرب نار على اللي بيتاردوها وبيبقى كل خاف واشاف اللي بيموت قدامه وبيزعق في السايدي وبيقولها ان مش مصدقناه خطفته وعزبته وبعد ما خرجوا مع بعض وفي الوقت ده بيتير كل برا الاوتوبيس فبيتماسك وبيطلع فوقه وبيرمي صندوق على العربية اللي قدامه لكن فجأة بيمسك في حديدة بتخرج برا الاوتوبيس وبينادي على السايدي عشان تلحقه ولما بيدخل الاوتوبيس بيتخانق مع واحد عايز يقتلها لكن كل مش بيقدر عليه وبتطلب سايدي منه انه يخنقه بس كل بينجح في انه يجرحوا بالسبارة وبيزقوا بعدها وبيضرب نار على العربية اللي قدامه وبينجحوا فنوم يهربوا في الوقت ده بيظهر زعمي العصابة واللي بيكون اسمه قفلك وبيبقى في الكهف اللي كل كان مخطوف فيه وبيشوف صورته على الموبايل وبعدها بيمشي كله سايدي عشان يوصلوا للسوق في الطريق بيفضل كل مصدوم بسبب انه قتل ناس وبيتهم سايدي بنها كذابة فبتقولوا ان اللي قتلهم كانوا اشرار وانهم عملوا اللي كانوا المفروض يعملوهم وبتعرفوا انها ما كتبتش عليه وانها عرفته حاجات ما قلتهاش لحد قبل كده وبينها عرف ان زميلة سايدي اللي ماتت كانت تعميلها للأعداء وانها لقتلتها فبيتصدم كله بيقولها انها بتكذب عليه طول الوقت فبتتعصب سايدي عليه وبتقولوا ان زميلتها قتلت ابرياء وبتزعله وبتطلب منه ان يمشي وراها هو وساكت ولما بيوصلوا للسوق بتشتري سايدي حجاب وبتلبسه وبتروح لمكان وبتسأل على واحد تعرفه واللي أول ما بيشوفها بيبوسها وبيعرف كل انه كان حبيبها السابق وانه خسر ايده بسببها فبيله سايدي فلوسه وبتطلب منه يوصل كل لندن وبعدها بيطلب قفلك من رجالته انه ينشر صورة كل والسائدين الجوائز وانهم يقبضوا عليه بقى يتمن وبتودع سايدي كله وبتقوله انها مبسوطة انه نجا وقبل ما تمشي بتحذره ومن انه يتواصل معها تاني فبيقولها كل انه نيس اسمها اصلا وبعدها بيمشي مع حبيب سايدي السابق واللي بيفضل يتكلم معاه لحد ما فجأة بيدرب النار في راسه وبتظهر سايدي مع صائد الجوائز واللي بيطلب منها ومن كل انهم يمشوا معاه وبيقولها منهم مطلوبين احياء لكن فجأة بيتضرب النار من صياد جوائز تاني واللي بيطلب من كل وسايدي انهم يركبوا العربية بتاعته وبيطلب من سايدي انها هي اللي تسوق لكن فجأة بيتقتل من صياد جوائز تالت واللي بيطلب من سايدي إنها تسوق ولما بيوصلوا بيتقتل من صياد الجوائز الأوليني لكن سايدي بتهدده بالمسدس وبتطلب منه إنه يقولها على المكان اللي كان هيخدهم فيه وفي الطريق بتوعية سايدي كل إنها تسيبه في مكان آمن وبتقوله إن فيه فريق إنقاذة هيرجعه لبيته فبيوسيها كل في موت حبيبها السابق لكن سايدي ما بتكونش مهتمة فبيتعصب كل عليها وبيقولها إنه بيحاول يتواصل معها لكن كل اللي همها الأسلحة والشفرات السرية فبتتصدم سايدي لما بتعرف إن العصابة مفكرة إن الشفرات مع رجل الدرايب وبتزع لكل بسبب إنه مقلهاش فبيقولها إنه كان متخضر ومخطوف ساعتها وبيقول لها إنه مزارع ومش جاسوس وإنه كان لازم تسألهم ما ليه كانوا بيعذبوه وبيسألها كل عن الشفرات اللي كان هيموت بسببها فبتقوله إن فيه سلاح خطير موجود في شنطة مقفولة بشفرات سرية ونزملتها اللي مات تكتشفت تشفير الحمد النووي واللي بيكون عبارة عن جين بيتسلل الكائن الحي سايدي قتلت زملتها قبل ما تبعت الشفرات لأفلك والعصابة مفكرة إنها اللي مع الشفرات لكن الحقيقة إن زملتها ضمرتها قبل ما تموت وبتدرك سايدي إن أفلك مش مع الشفرات وإن بالطريقة دي مش يعرف يبقى السلاح فيضطر إن هو يغير خطته واسأل سايدي كولن كان بيسق فيها وقبل ما يرد عليها بتضربه على دماغه فبيغم عليه ولما بيفوق بيليه نفسه مربوط وبنعرف إن سايدي بيتمثل على العصابة إنها سائدة جواز وإن هيلي مسكت كله وبتسلمه للعصابة عشان تعرف تسرق السلاح منهم ولما بيوصل أفلك بيبقى معها السلاح وبيفضل يتكلم مع كول وبيقوله إنه شابه لإنه سهل التخلص منه لكن كل ما بيكونش فيهم حاجة منه وبيقول لأفلك إنه ما يعرفش حاجة عن الشفرات وقبل ما يكمل كلامه بتضربه سايدي وبعدها بتقول لأفلك إنها عارفة إن معها سلاح وإنه لسه ما بيعوش وإنها تاخد فلوسها كيش والحد ما تاخدها مش هتابد عن كول فبيقول لأفلك إنها تاخد فلوسها لما تنزل من الطيارة وبعدها بيطلب من الرجل بتاعه ويقتلها وبيحذروا أفلك من إنه لو حصل أي مشكلة الطيارة هتنفجر ولما بيركبوا الطيارة بيفتش الرجل بتاع أفلك تليفون كول وبيلاقي صورته مع سايدي وفي الوقت ده بتطلب من كل إنه يبقى زكي وبتقوله إنه خطتها نكحت وأحسن مما توقعت كمان وإنهم أول ما ينزلوا من الطيارة هيقتلوا الرجالة اللي معاهم وياخدوا السلاح منهم وبيدخل الرجل بتاع أفلك عليهم وبيوري لسيدي صورتها مع كول فبتتصدم وبتبص عليه لكن رجالة أفلك بيرفعوا السلاح عليها فبتقولهم سايد إنها اللي معها الشفرة وبتطلق علبة وبتطلب من الرجل بتاع أفلك إنه يفتحها وأول ما بيمسكها بيتكهرب وبيقطع النفس وبتدرب سايد الرجالة اللي في الطيارة تفضل تزعف كول بسبب إنه خط صورة لها وهي نايمة وفي أثناء ما سايد بتتخانق بيدربها واحد بسكنها في بطنها فبيساعدها كول وبيفضل يضرب في العصابة لحد ما بيخلص عليهم وبتطلب سايد منهم ياخدوا السلاح ويسيبها ويهرب لكنه بيرفض وبينسكها وبينزلوا من الطيارة بالبراشوتة قبل ما رجالة أفلك يضربهم بالنار وبعدها بنشوف كله هو على جزيرة ولما بتفوق سايد بتتخضه وبتضربه في وشه وبتعرف إنها كان مغم عليها الفترة وبتتصدم لما بتشوف شنطة السلاح وبتفرح جدا وبتشكره ولما بيعرف قفلك إنهم هربوا بيهدد رجل بتاعه بيقول إنه لو ملقاش الشنطة هيقتلهوا بإيده وفي الوقت ده بيكون كل قاعد مع سايد وبيعرفها إنه عالج الجرح بتاعها بنباتات الجزيرة وبعدها بيعتذر له عن الصورة اللي خدها ليها فبتتأسف له يا كمان على عملاته وبترجع علاقتهم تاني وتاني يوم بتسمع سايد صوت عربيات فبتجري على كله وبتطلب منه إنه يستخبى وفجأة بيوصل للجنود الأمريكيين وبيضربوا نار على العصابة وبتحتر سايد إنها تنقذ الشنطة ولا كل لكن في النهاية بتمشي وراء قلبها وبتنقذ كله وبيطلبوا الجنود منها إنها ترجع لمقر المخابرات ولما بيوصلوا بتلاقي زميلها بيحقق معها هي وكله بيحطهم تحت جهاز كشف الكز وبتداء سايد منه وبتبقى عارفة كويس إنه عايز يتفوق عليها وبيقولها زميلها إنها ضيعت السلاح بسبب حبابها وإنه ممكن يكون جسوس عليها من الأساس فبتقوله سايد إنه عارف كويس إنه كل مواطن عادي وإنه أكيد شاف سجلاته وإنها عارفة كويس إنها سمحت لعطفتها تسيطر على عقلها فبيصدم كله وبيسألها إن كانت شايفة إنها غلطت لما أنقذت حياته وبيبين جهاز كشف الكذب إنها بتقول حقيقة فبيداء كله وبيقولها إنها عايزة تصحب واحد ما عندوش قلبه ولا عواطن وإنها بتعمل كده عشان تبعد الناس عنها لإنها خايفة إنها تفقدهم فبتقوله سايد هو اللي خاف يعيش حياته وعشان كده هو لسه عايش مع أهله وبيقاطع مزميلها وبيقولها إن المديرة عايزة تكلمها ولما سايد بتروح لها بتطلب منها إنها تاخد أجازة وتسيب القضية وده إنها تتحول التحقيق وفي الوقت ده بيحقق زميل سايد مع كله وبيوري له صور الناس لأتالتهم وبيقوله إنها كذبة وقاتلة لكن كل بياخد باله من صورة زميلة سايد اللي ماتت وبيقول المديرة إن الزرع اللي عندها في الشقة بتستخدمها العصابة في الشعائر بتاعتهم إن الجين تسلل من خلال النبتة دي وده معنا إن هي الشفرة السرية وبتعرض سايدة على المديرة بتاعتها إنهم يوصلوا لأفلك عن طريق الشفرة وبتقولها إن الشفرة متأسمة لأربع أجزاء وإنهم ممكن يبعاتوا جزء عشان يصدقوهم ويخلوا رجل الضرائب يساوموا عليها وإنهم ساعتها يقبودوا على العصابة فبتوافق المديرة وبتطلب من كل إن هو ليتم الصفقة لكنه بيرفض فبيقوله زميل سايدة إنه طول ما قفلك ما فكر إن هو رجل الضرائب هيفضل في خطر لكن كل بيصر الحد ما بيقوله إن العصابة ممكن توصل لأهله فبيخافوا بيتطر يوافق وبتخاف سايدة عليه وبتقوله إن هما بيستغلوه وإن اللي هيعملوا خطر جدا فبيقولها كله إنه بيحمي أهله ونام سرة فيهم تفهمه لما تهتم بحد بجد فبتزعل سايدة من كلامه وبتسيبه وبتمشي وفي الوقت ده بيبقى أفلك الآن من عرض رجل الضرائب لكنه بيضطر يوافق بسبب إن الرجل اللي اشترى منه السلاح بيهدده إنه هيقتله لو الصفقة ما تمتش وإنه هيبقى مع وقت تسليم فبيوافق أفلك على الشرط إنه يقتل الرجل الضرائب بعد ما يتم الصفقة وبيروكل المكان اللي هيقابل أفلك فيه وبيبقى متوتر لكن المحقق بيبقى معها الخط وبيطمنه لكن فجأة رجالة أفلك بتفتح عليهم العربية وبتقتلهم فبيخاف كل لما بيسمع ضرب نار وبيطلب المحقق إنه يهرب وبيقوم كل عشان يمشي لكنه بيرجع في قراره وبيقرر إنه يتم الصفقة وبيبقى عنده يقين إن السايدة هتلحقه ولما بيوصل أفلك بيتمسك كله وبيحاولوا إنه يساومهم على الفلوس عشان يصدقهم وبيفضل يقلف عليهم قصص لكن أفلك بيقرب منه وبيهدده بالسلاح وفي الوقت ده بتوصل سايدة وبتديهم الشفرة السرية ولما سايدة بتفتحها بيحاولها الفلوس على حسابها على طول فبتستغل السايدة الفلوس وبتنشر صورهم على مواقع صائدين الجوائز مقابل فلوس كتير وبيلاقى أفلك فجأة واحد بيرفع عليه السلاح وبتترعب الناس اللي في المطعم وبيهربوا وبيبدأوا يرفعوا السلاح على بعض وبتسرق سايدة السلاح وبتستخبه وبعدها بتضرب نار على كل الموجودين هي وكل وفي أثناء ما سايدة بتضرب نار بتقابل واحد من اللي كانت بتحبهم قبل كده اللي فقد عينه بسببها ولما بتضرب سايدة نار جمبه ودانه بيهرب وبيسيبها وبعدها بيشوف كله وبيتخنق مع الراجل بتاع أفلك في قط التحكم وفي أثناء ما هما بيتخنقوا بيدوسوا على زراير بتخلي المطعم يدور بسرعة عالية لتقول بينجح في نوية للراجل بتاع أفلك وبعدها بيروح عشان ينقل سايدة واللي بتضرب النار على سقف المطعم فبيقع على أفلك وبتنجح فينها تاخد السلاح منه قبل ما يقع عليه ويموت وبعد فترة بنشوف سايدة مع كله عند أهله وبيبقى بيان عليهم انهم مبسوطين وبيتحكوا وبعد ثلاث شهور بنشوف كله ومستني سايدة ولما بيفتح العربية بيلاقي واحد مربوط فيها فبيحط شنطته وبيقفل عليه وبعدها بيروحوا للسينما الفيديو ده كتبته مية جلال وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فلو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونة مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام